أول حاجة لازم نعرفها وظيفة الإنسان في الكون الإنسان لما ربنا سبحانه وتعالى خلقه جعل له وظائف وحاجات معينة مطلوبة منه الحاجات دي نقدر نقول إن هي مجموعة في ثلاث حاجات أساسية مبدأ العبادة وما خلقت الجن والإنسة إلا ليعبدون مبدأ العمارة يعني عمارة الأرض في قوله تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها مبدأ التزكية التزكية يعني تحسين الأخلاق والتزكية النفوس كما قال سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فمن أهم وظائف الإنسان في الكون عمارة الأرض هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها استعمركم يعني طلب منكم عمارتها يعني لازم كل واحد يؤم بالوظيفة بتاعته في نطق المسئولية والإمكانيات لربنا سبحانه وتعالى أتحها لي في هذه الحياة الدنيا أن كل واحد يعمر الكون كل واحد يشتغل كل واحد يعني يجد ويكتهد في وظيفته في شغلانته من خلال ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من إمكانيات أو طاقات عشان يعمر الكون بالضبط وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة أرشدنا إلى هذا الأمر في أكثر من موضع في حديث مثلا نبوي شريف سيدنا النبي يقول لنا إن قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها فسيلة اللي هي الزرعة يعني الزرعة الصغيرة أنا عايزك بس تتخيلي معي المشهد ده أني الأيامة خلاص بتقوم وإنسان معاه زرعة بسيطة بيزرعها في الأرض بيزرعها في الأرض ليه؟ عشان يعمر بها الأرض طيب الأرض بعد شوية هتخرب خلاص اليامة هتقوم سيدنا نبي يقول لك ما لكش دعوة أنت عمر الأرض اعمل اللي عليك إن قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة ما تقولش خلاص اليامة قامت والدنيا خلاص هتبوز والدنيا هتخرب وإيه قيمة الزرعة لأنها زرعة دلوقتي ديمش وظيفتك وظيفة كل واحد فينا إنه هو يعمل اللي عليه ويعمل المطلوب منه ومن الحاجات اللي مطلوبة مننا إنه إحنا نعمر الكون ما يحدث بعد ذلك بقى ما ليش علاقة بيه فأنا هعمر الكون دلوقتي وهاخد ثواب على عمارة الكون عشان كده احنا بنقول إن العمل عبادة عمارة الأرض عبادة بعض الناس يا أستاذة مروى متخيلة يعني وتظن إن العبادة محصورة في الصلاة والصوم والزكاة والحاجات دي بس العبادات فقط لا العبادة عندنا أوسع يعني من ذلك بكثير من العبادة عمارة الأرض إن أنا أعمر الأرض حتى لو اليام هتقوم ما ليش علاقة أنا باشتغل إلا علي الحاجة اللي ربنا طلبها مني أنا بعملها سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه يقول إذا كنت على ودية تغرسها يعني زرعة قاعد كده بتزرعها في الأرض وسمعت بالدجال قد خرج مسيخ الدجال جاءت لك الأخبار إن العلامة الكبيرة من علامة يوم القيامة ظهرت خلاص مسيخ الدجال ظهرت قال إذا كنت على هذه الحالة وأنت تغرس هذه الغرسة وسمعت بالدجال قد خرج قال فلا تعجل أن تغرسها يعني أوعى تقوم قبل ما تغرس الزرعة اللي في ديك ليه قال فإن للناس بعدك عيشها يعني دلوقتي المسيخ الدجال ظهر هل خلاص الدنيا هتنتهي ولا لسه في أيام واسنين طويلة بعديه ولسه في ناس هتعيش محتاجة تاكل وتشرب فإزرع الزرعة دي عشان تاخد ثوابها في حديث آخر سيد النبي بيالفتنة إلى أمر مهم جدا وهو إن مجرد عملك وعمرتك في الأرض عشان تاكل وتشرب وتتكسب من المال ده ليك ثواب عليه برضو فيقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو حيوان إلا كان له به صدقة يعني مجرد شغلي إلا أنا بتكسب منه لقمة عيشي إن أنا بزرع إن أنا زارع أو تاجر أو صانع أي عمل أنا بعمله وبكسب من وراه ربح العمل ده خد بالك لو نويت به وجه الله سبحانه وتعالى هتثبع لي برضو أي مخلوق على وجه الأرض هينتفع من العمل بتاعك ده سواء كان إنسان أو طير أو حيوان ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك عليه أجل الصدقة يعني فهنا كنا بنسمع إن لما فيه ناس بتعتكف بعيدا عن الاعتكف كان فيه حد أنا فاكرا يعني زمان كان حديث أو حاجة عن الصحابة إنه هو كان قاعدين في الجامعة قاعد على طول يصلي يصوم ما بيعملش أي حاجة فنبهوا وقالوا له لا يعني سيدنا عمر نهر هذا الرجل إن السماء لا تمتر ذهبا ولا فضة لازم الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى زي ما ربنا طلبك أو طلب منك إنك أنت تصلي وتصوم وتعمل كل الأشياء الجميلة دي في نفس الوقت طلب منك عمارة الأرض طلب منك إنك أنت تسعى طلب منك إنك أنت تبحث عن رزقك فالعبادة مش قصرة في أمور الصلاة والزكاة فحسب بالضبط